أهلا بكم إذن حسمت الكاف في قراءة مباراة اتحاد الجزائر ونهضة بركان بتأكيد شرعية الفريق المغربي في ارتداء قميصه الذي لعب به كل مباريات الموسم والمصادق عليه من قبل الكاف وطالبت الكونفيدرالية الافريقية لكرة القدم سلطات مطار العاصمة الجزائرية بالإفراج عن أمتعة الفريق المغربي وكانت سلطات الجزائر قد أقدمت على احتجاز أمتعة بعثة فريق نهضة بركان المغربي بمطار لهواري بومديان بسبب خارطة المغرب على أقمصة الفريق وبعد أن قضت بعتت النهضة أكثر من عشر ساعات في المطار تدخل الكاف وأقنع الفريق المغربي بالتوجه إلى الفندق كما وعد باستلام نهضة بركان أمتعة الفريق اليوم